وحديثنا اليوم يستكمل بإذن الله سيرة الحديث عن الصفات اللازمة وقد تناولنا في المرات السابقات صفتي الهمس والشدة وضد الهمس الجهر وضد الشدة الرخاوة واليوم نخطو الخطوة الثالثة في هذا الباب ونتحدث عن صفة الاستعلاء فاليوم حديثنا عن صفتي الاستعلاء والاستفال وهما صفتان متضادتان أولا قبل أن نعرف الاستعلاء والاستفال لابد أن نذكر بشيء عندنا في جهاز النطق عندنا لحيمة صغيرة تسمى باللهاء وهذه اللهاء تظهر عندما يفتح الإنسان فمه في آخر الحلق من فوق هذه اللهاء هي أو يخرج من تحيتها القاف والكاف وهذه اللهاء تغلق ترجع إلى الخلف فتغلق التجويف الأنفي أو ما اصطلحنا على تسميته بالجوب الأنفية إن كان المراد ذلك أما لسان المزمار فلسان المزمار هو عضو آخر غير أن لها ولسان المزمار لا يظهر إن فتحت فمك وهو أسفل آخر اللسان شوف اللسان كده لللسان المزمار في هذه الجهة تحت كده فلا يظهر إن فتحت فمك لأنه أسفل أسفل الحلق في منتصف الحلق بالضبط لسان المزمار عمله أن يغلق أو يفتح القصبة الهوائية يفتحها للتنفس ويغلقها إن أراد صاحبها الطعام كي لا يتوجه شيء من الطعام ولا من الشراب إلى القصبة الهوائية الحديث عن المزمار أو عن لسان المزمار سنحتاجه في حديثنا عن الاستعلاء والاستفال ثم ندخل للاستعلاء فنقول إن الاستعلاء من العلو والعلو من معانيه الارتفاع والاستفال من السفول والسفول من معانيه النزول ويعرفون الاستعلاء فيقولون إن الاستعلاء هو ارتفاع طائفة من اللسان باتجاه الحنك الأعلى والاستفال عكس الاستعلاء طائفة من اللسان يعني جزء منها وهذا الجزء مخصص محدد وهو أقصى اللسان أي من عند مخرجي القاف فإن أو لاحظ أو أكيد لاحظتم أن جزء من اللسان يرتفع عند التاء والدال وعند الشين والجيم وهذا الجزء لا يؤثر تأثيرا أو التأثير المراد من الاستعلاء فلا يقال في ارتفاع اللسان عند التاء والدال إن هذه الحروف مستعلية وإنما يقصد بالارتفاع تحديدا هو ارتفاع أقصى اللسان سواء ارتفع معه جزء آخر من الفم من اللسان أو لم يرتفع هذا الارتفاع الذي من أقصى اللسان يصاحبه تضييق للسان المزمار على ممر الهواء ممر الهواء يضيق أو يضيق بلسان المزمار الهواء طالع كده في الحلق فيضغط عليه لسان المزمار فيضيق ممر الهواء هاتان أو هذان العملان من شأنهما أن يرفع الصوت باتجاه سقف الحنك الأعلى الحنك الأعلى عمل كده مثل القبة وكل مقبب إذا أطلق فيه الصوت صمع له صدا لذلك أدخل إلى مسجد به قبة كبيرة وتكلم وارفع صوتك سيمتلئ المسجد بصدع صوتك هذا ما يحصل لحروف الاستعلاء حينما يساهم أقصى اللسان مع التضييق الحاصلي من اللسان المزمار على مجرى الهواء يساهمان في رفع الصوت باتجاه سقف الحنك الأعلى فيسمع في الصوت غلظة وسما وهو ما اصطلحنا على تسميته بالتفخيم فالتفخيم ناتج عن الاستعلاء إذن لو أردنا أن ننظر نظرة عامة لمعنى الاستعلاء نجد أن الاستعلاء استعلاء يعني ارتفاع في أمرين أو في شيئين أولا في جزء أو في عضو من أعضاء النطق وهو أقصى اللسان بشرط أن يضيق مجرى الهواء بلسان المزمار ثم مع ارتفاع هذا الجزء ارتفاع كذلك في الصوت فهم ارتفاعان لا ارتفاع واحد فإن شئت ضبطا فقل استعلاء الصوت باستعلاء الجزء المؤخر من اللسان وهو أقصى اللسان عكس ذلك الاستفال والاستفال من السفول النزول والذي يحصل أن اللسان ينزل إلى بطن الحنك السفلي أن يستقر والنزول هنا نزول نسبي بأن يستقر اللسان في الحنك الأسفل هذا ما تعودته العرب في هذه الأصوات فلا تقول العرب آ وإنما تقول آ تا تا لا لا تعودت العرب أن هذه الأصوات لا يتصعد الصوت فيها إلى قبة الفم ولا يتصعد فيها طرف اللسان كما ينطقها بعض الأعاجم لا لا أو طا يفخمون يريدون تفخيم أبتا إذن لازلنا في الحديث عن الصوت تصعد إلى قبة الحنك الأعلى أو ما نسميها سقف الحنك الأعلى عن طريق تصعد أقصى اللسان مع مساهمة اللسان المزمار في ذلك وهذا الذي يفرق القاف عن الكاف فالقاف يتصعد فيها أقصى اللسان وكذلك الكاف لكن الكاف لا يضيق على مجرى الهواء عند لسان المزمار فيها لذلك لا يسمع في صوتها السمن أو الغلظة التي كانت تسمع في القاف هكذا أكون قد وفيت الحديث عن الاستعلاء والاستفاة وإن كان للحديث بقية في الصفتين المقبلتين إن شاء الله لكن في اللقاء القادم إن أفسح الله لنا ولكم مدة على خير وعافية